السلام عليكم مهاجر إفريقي ينشر فيديو لسيدة متزوجة بموقع إباحي لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية فجر محمد بالمهدي رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني فاضحة من العيارة الثقيل حينما كشف عن تفاصيل قيم شخص إفريقي بتسجيل فيديو لسيدة متزوجة بالعرائش ونشره على موقع إباحي عالمي وأوضح بالمهدي في توضيح على صفحتها الرسمية بالفيسبوك أن الزوج اكتشف فيديوهات زوجته وهي في وضعية جنسية مشينة تمارس الجنس مع إفريقي من دول جنوب الصحراء وأكد المتحدث نفسه أن الزوج صرح بكون زوجته اعترفت بالعلاقة الجنسية التي قامت بها مع إفريقي مهنته بيع منتجات إفريقية بما فيها المجوهرات ترجمة نانسي قنقر